ليفرد بول وريال مدريد المواجهة اولى كده هي هي اللي منورة في الكوزر عشان هي المواجهة الماضي كمان هي المواجهة الاجبر يعني طبعا في القرص النهاردة ليفرد بول بيعاني جدا دي الموسم ده بس شوية معاناة اقل في دورة ابطال اوروبا ريال مدريد بدأ يعاني بدأ يعاني نهاردة خصارة من رايو فايكانو 3-2 بسيناريو عشان مرحيش اتكلم معنا بسيناريو درامي جدا هدف لريو فايكانو جولين لريال مدريد يتقدم وبعد كده رايو فايكانو يسجل هدفين ويفوز بالمباراة على ملابا دربة الجزاء كمان كان فيها حاجة يعني دربة الجزاء جات وتعادت بعد ما صدقه كرطول وهو لتسبب ضربة الجزاء وهو لدخل منطقة الجزاء وخلى دربة الجزاء تتعد وتوترش تيوكر كربخار يعني كربخار معقدنا هنا وارنولد معقدنا هنا سبحان الله الاتنين افضل مفروض يعني افضل باك رايتس في العالم يعني طيب مواجهة ليفر بول وريال مدريد طبعا الامضالية دي بعد فبراير بعد كسل العالم يعني المواجهة دي يا كريمة هتفرق بشكل كبير جدا بعد فبراير هيبقى المركاتو داخل اللعيبة المصابة لعند ليفر بول هترجع هنشوف لويز دياز هنشوف جوتا وفي نفس الكلام برضه اللعيبة اللي هترجع من كسل العالم مش بس في مموراتر ريال مدريد وليفر بول هنشوف اللعيبة دي هترجع في أي حالة زهنية في أي حالة بدنية مصابين هو لا مين من اللعيبة اللي وصل للفاينال مين اللعيبة اللي طالعت من دور المجموعات فده هيؤصل بشكل جبير جدا فاحنا الحكم دلوقتي على إيه اللي هيحصل كمان ثلاث شهور ده هيبقى صعب جدا ولكن احنا عاوزين نتكلم عن الموضوع عمتا طبعا مواجهة ليفربول وريال مدريد هي مواجهة سقرية أكيد لليفربول المرة السبعة أو مرة ستة ولكن كل مرة ريال مدريد بيتفوق ولكن برضه هو سقر شخصي لمحمد صلاح اللي مش عاوزيني يقول أي تصريحات ولا يتكلم ولا يحط أي ضغوطات ذهنية ولا نفسية عليه عاوز أقولك أن محمد صلاح لعب ليفربول محمد صلاح لعب ريال مدريد في 2016 مع روما وخسر ولعب في 2018 مات شهير بتاع سيري جباروس وعلى طول بيخسر من الريال فالمباراة مش هتكون سهلة أنا توقع أن ليفربول المرادة ممكن هو اللي يتفوق ولكن زي ما بقولك هو بناء على الشكل اللي هيكون على ليفربول ليفربول دوقتي عنده مشكلة وهي تغيير هويت وطريقة اللعب بتاعت اليورجين كلوب بسبب عدم وجود العناصر وعدم وجود اللعيبة والأدوات اللي تقدر تطبقه للطريقة بتاعته دي بيغير الطريقة من 4-3-3 الـ 4-4-1-1 أو 4-4-2 بنشوف محمد صلاح بيخش في دور السترايكر في نص الملعب ومباراة اللي فاتت ليفربول بيبعنده مشكلة لما بيلاعب حد بيعنده كومباكت لما بيلاعب حد بياخد هو الاستحواز ليفربول بيقى من ترانزيشن واستحولات وشوف ندف ماطش حسلك يا هوبا شؤال هل ليفربول هيستفيد من فكرة انه روايدا روايدا الدول الإنجليز بيبقيت عنه عادة ليفربول لما كان بيواجه هريان ماديد كان بيبقى في الماكسي ومبتاعه في الدول والمنافسة في الدول وفي الأموم بتبقى صعبة هل استغناء ليفربول عن الدول الموسم ده خلاص غضبا عنه مجبرا يعني مش طوعية يخلي المواجهة ممكن يبقى فيها تركيز أكتر ونفوز بيها ممكن يبقى ميوثر أكتر لليفربول عن المواسم الماضية مش قوي يا كريم لأن لو حتى لقب الدوري بيبعد فالصراع على المراكز الأربعة الأولى شغال وشغال بقوة ودخل فيه الموسم ده نيو كاسل بشكل كبير جدا تشيلسي بيحاول يلحق اللي فاضل من موسم نفس الكلام بالنسبة فالموضوع مش هيفرق كتير لأن لقب الدوري وانت عارف كمان يا كريم في إنجلترا أن الفرقات صغيرة جدا في الفلوس يعني أو بقى عوائد البث مع الحزبة اللي بيحسبوها غير كده كمان أن عدم التأهل لأوروبا بالنسبة لليفربول الموسم الجاي ممكن يبقى كارسي أكتر من ماتش ريال مادريد لو خلصوا ماتش ريال مادريد بس يعني تمام هما موجودين في أوروبا السنة الجاية ده هيديهم دعم كويس جدا أن هم يقدروا يخشوا ترانسفر الماركت خصوصا مع عرض النادي للبيع من الشركة المالكة فده هيأثر كتير جدا على سير المفاوضات إحنا شايفين شلسي لغاية دلوقتي لسه بيعاني من موضوع انتقال الملكية طبعا من أبراموش للملاكة جودت فالموضوع مش هيفرق قوي بالنسبة لليفربول ريال مادريد على الجانب الثاني ريال مادريد لازم يفكر في يناير لبديل بنزيمة لأن بنزيمة هيلعب كاس عالم حتى لو حصل أن بنزيمة مش جاهز بدنيا بطولة مجمعة هيلعب على الإصابة بتاعته مهم مهمة